تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنيئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في إقامة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2024 للفرميلوان رفع سمو فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رعاه الله أسمى آيات التهاني وأطيب التبركات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه السباق والذي نظيم على أعلى المستويات في حلبة البحرين الدولية وذلك في ظل رعايته السامية وحظي بمتابعة الملايين من عشاق رياضة السيارات داخل وخارج المملكة كما أشاد سموه بالجهود المبذولة والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي كان لها بالغ الأثر في إبراز هذا الحدث العالمي بصورة مشرفة على مدى عشرين عاما من بداية تنظيمه لتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والرياضية والإعلامية لمملكة البحرين داعيا العلي القدير أن يديم على جلالة العاهل المعظم نعمة الصحة والعافية وطول العمر وعلى مملكتنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل عهده الميمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر